حمو بيكا دايما بيتصدر التريند مر علشان عربية جديدة أو كلب جديد بس المراضي عشان يتخانق معاربة عشان بابة السحل بسبب انهم خبطوا عربيته وطلب تعويض 300 ألف جنيه طلب المبلغ ده بس عشان باب العربية تخبط أمي العربية نفسها بكاب هعرفكم كل التفاصيل تابعوني الناس على السوشيال ميديا بتنشر مقطع فيديو لمطر بالمهرجانات حمو بيكا وهو في السحل الشمالي ولكن اطلالة حمو بيكا جات مختلفة المراض وظهر مقطع فيديو متداول وخناقة كبيرة وستتبادل الاشتباكات وألفاظ غير لائقة بين أطرافها والسبب ده كله في عربية بيكا بعد استضامها بعربية أحد الأشخاص واستمرت الخناقة ساعة ونص في الشارع وحسب مصادر في السحل الشمالي في أن حمو بيكا بدأ المتواجد في قسم الشرطة من لحظة الحادث اللي وقع في الساعة ستة ونص والحد بعد الدهر وطبعا عارفين عربية بيكا الجديدة اللي سعرها مليون وخمسين ألف جليل وذكر أن النسخة دي تأتي بمحرك ساعة ألفين سيسي ويستطيع أن ينتق قوة قدرها 246 حصان مع 365 نيوتر على المتر من عزم الدورات بينما تصل سرعتها القسوة إلى 217 كم في الساعة مدعومة بنواق الحركة أوتوماتيك الأداء واللي بيجعلها تتصارع من نقطة سفر حتى تصل لسرعة 100 كم في الساعة خلال 6 ثواني بس ودي مش المرة الأولى اللي بيحصل فيها جدل على عربيات حمو بيكا وظهر من وقت قريب عربية بإطلالة زهبية عيار 24 والنسبة إلى لونها المتميز وكأنها سبيكة زهبية متحركة وجد تلك الإطلالة عبر النسخة الألمانية صاحبة شعار الحلقة المتصلة أودي وحمو بيكا رد على حدثة السحل الشمالي مش عربيتي وقال إن العربية اتخبطت بتاعة مدير أعماله اللي ادها لصاحبه علشان يشتري بعض الأغرار لكن اتفاجئ وهو في الفندق بإن العربية تعرضت لحادث وده خلا يروح القرية بالسحل الشمالي عشان يتطمل على الموجودين في العربية وأضف بيكا إن في عربيات كانت مخلفة ووقفة في الصف التابي وده خلا العربية بتاعة مدير أعماله تتفاجئ بإحدى عربيات دي فاستضبت بيها وكمان استضبت بعربيتين تانية وقال إن في ناس استغلت الموقف لنقل معلومات غلط أنا هوريك وانا هعمل ايه أنا حمو بيكا ده كان الرد حمو بيكا على أحمد ورنعمه اللي حاوله يهدوه وقاله لو ليك حق هتاخده بهدوء لكن ما فيش فايدة ضربه وقلت أدب وطلب منهم بيكا تعويض 300 ألف جنيه وفي الآخر ردي بـ 70 ألف جنيه وبكده تكون خلصت فقرتنا وهنستنى رأيكم في الكمانتات ونشوفكم في فقرة جديدة إن شاء الله